بين غلاء الأعلاف والتكلفة متعلمت على حليب هي هيدا هيوه تقول أنت فرزين تتواجع ربي أصولي بيه بيه فهم أحقيق اليوم فهم هزمة بتاع حليب كي تقصوا من صناعة شواجبنو يا غر تنجامش عليم نجامش هم فسلك عليش متنجامش هنكمل فكرة تدر منك فيها علاقة بالأعلاف اليوم كي جي أربعة من الناس عندهم متجيش والعالف ولو استثمروا في اللحوم الحمراء أربعة بيش تنجام انت تجيب العالفة بوريد ايش لازمك في عاملين قوانين على متقياسهم خمسة وتلاثين ألف طن خمسة وتلاثين ألف طن خمسة وتلاثين ألف طن مش يجيب بط مع انتها متنجام مش بيش جيب على خمسة ألاف ألافين تلاثة ألاف 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 ونتقليل مستحي يخلصكش يجيغل زليم ما يخلصكش ما لهنا هذو أربعة من الناس مصيطرين على سوق العالف وقت للسوجة طاحتها بثلاثين بالمئة في العالم السوق بتاع في تونس العالفة غالي كيفاش انت الفلاح ما عندكش انت فلاحة كبار في تونس لأنه بحكم الورثة كنت تقسم الهارضة كل واحد عندها بقر تين ثلاثة أربعة بقرات به ان شاء الله بركة تكون الدولة عندها فلوس مش الشيء انت كتجي العالفة اتطلحها المكسوم ماقول الفلاح يبيع البقر بالضبط الفلاح يبيع البقر نلقوا مشكلة في الحليم اليو فما أزمة حقيقة الي بقر داع والعالفة غالية من التفقيل فماشي شوية بقر المزيل شوية بقر المزيل لأنه فما أزمة بتحليم والحليم مادة أساسية في الصغيرات والحليب الواحد حتى اليغورت بالاصغار كنت اي ا Britney تسينش لذلك أنت أما صغار طيب يكلوا اليغورت أنا أحاول أحليب اليغورت أحاول جبنوا اليغورت معك كم؟ ناقص فلس دعمل مئوة خمسين ألف لتر جبنوا يغورت إنهزوا من المعمل اللي علي خالي ننفوت الأزمة ذي ويا رسميه لأنت هاك البح تيري البلد كيف هي أزمة ما هو النسكول لجلتك بشوي 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 خلي فيه سعر غازي وبعض الرجال نحن نعمل معامل في سليمان وقلنا له عليش تعمل في اليغورت وعليش تعمل في الأحليب هذاك الدسم وصور برصان اليوم في الأسواق في الأسواق في الغازيات والمحلات لا تلقى الأحليب 0% لا تلقى أحليب هذاك الدسم كامل لماذا؟ أحليب واحد برق تحبوا أن يمشيوا كذلك ننحيوا اليغورت طول ننحيوها أما رأوا على فكرة اليغورت يستهلك 20% فقط من إنتاجنا من الحليب فقط بالقانون راق والمراقبة موجودة 80% من إنتاجنا من الحليب يمشي للحليب المدع رأوا يا نجيب كانوا عندنا 4488 ألف رأس بقر عام 2016 اليوم عندنا 250 ألف يا نجيب رأوا عندنا 15% من الشبتان متاعنا نقص ما قلنا 4 محتكرين هاتوا وليمشي الحبس يمشي وليمشي سرع الجزائي لحظة لاحظة راهوا على فكرة ديوان الحبوب كان يستورد في محتاجوش ديوان جديد راه عليش ديوان الحبوب ما عاش يستورد خاطر ما عاش يخلصوا الملكة الشعير تستورد فيه ديوان الحبوب تبيع فيه المحتكرين تحكي عليهم سعره قد زاد زاد 50% ديوان الحبوب زاد في الأسعار الشعير اللي يبيع فيه ديوان الحبوب زاد 50% مش على خاطر هو يحب يحتكر خاطر السوق العالمي لا مش مشكلته مسكين هو ديوان الحبوب عنده مشكلة ما عندوش مشكلة ديوان الحبوب تعد دولة ديوان الحبوب ديوان الحبوب تعد دولة يا نجيب خلنا نسمع سيحات ثم معناها أقبل ترجمة نانسي قنقر